موسيقى على ذكر أننا سرقنا الاسم بيت المقدس القدس وهو لفظة عبرانية أخذناها منهم أخذناها منهم كأن هناك إيماء على الأقل من الإسرائيليين أنكم سرقتم الاسم ثم الآن تردون عليه أن تسرقوا المسمى كما سرقتموه في التاريخ لا لن نعطيكم هذا وليس لكم حق فيه عاصمة موحدة أبدية لدولة إسرائيل هكذا يقولون أليس كذلك هكذا يقولون بالمناسبة الآن سأذكر لكم شيئاً لطيفاً جداً تيدي كوليك هذا رئيس بلدية القدس المحتلة الأسبق صهيوني من أشهر الشخصيات الصهيونية في العالم كان تيدي كوليك هذا الرجل كان متحمساً جداً رئيس بلدية القدس هذا الرجل كان متحمساً جداً للمشروع الصهيوني لكنه مات محبطاً ومحزوناً في أدبيات الآن الإسرائيلية هي التي ذكرت هذا لماذا؟ تعرفوا لماذا؟ بعد أن تقاعد من عمله كرئيس بلدية القدس شرع الرجل في إعادة قراءة تاريخ المدينة يريد أن يتوسع في قراءة تاريخ هذه المدينة المقدسة أُرشاليم القدس طيب فأزعجه وأحزنه وقبضه جداً حين وقف على كيفية تسلُّم عمر إبو الخطاب مفاتيح القدس وكيف تم هذا الفتح المُظفر بسلام بهدوء وعمر بنفسه أصر أن يأتي في روايات أن البطرييرك نفسه قال لا لا تُسلَّم لدينا نبوآت الله أعلم تقول لا تُسلَّم إلا إلى أعظم هذه الأمة فبعض العمر فأتى تدك لك انزحج جداً وكتب يقول يبدو أن عمر بهذه الحركة الذكية بهذه الحركة الذكية أوحى للأمة للمسلمين الأمة الإسلامية من بعده وإلى مسلمين اليوم أن يظلوا ضنينين بهذه المدينة يطالبون بها ويناضلون عنها أنا اليوم يقول أصبحت في شك في المستقبل المشروع الصيوني فضل هذا تدك وليك احفظوا هذا مزعود جداً لماذا عمر فعل هذا لماذا هذه المدينة بالذات تأتي وتتسلم فتحها بنفسك لماذا لكي توحي هي الأمة بشيء أنه هذا ترافق خطير جداً ومهم ليست كأي مدينة تفتح هذه لا هذه أمانة نوع من أمانة فالرجل مزعود جداً من هذا التصرف العمري هذا التصرف فهمه وفهم دلالته التي فعلاً أوحت إلى المسلمين بالكثير وهي التي أوحت إلى صلاح الدين وطبعاً معظم هؤلاء الصهينة حين يقرؤون تاريخ صلاح الدين يأخذهم المقيم المقعد وينزعجون جداً لماذا؟ يقول أحدهم وهو ليس أقل حماساً من تدك وليك يقول لما قرأت تاريخ الملك هذا صلاح الدين أيوبي وجدت أن أحوال العرب والمسلمين في زمانه كانت من السوء والبؤس مثل أحوالهم اليوم وربما أشد لكن كيف نجح هذا الرجل في بعث هؤلاء من مواتهم هم موات موتة ووحدهم من جديد واستنقذ القدس والبلاد المقدسة من مخالب الصليبيين بعد أن ظلت زهاء مئة عام قدس قريب من مئة عام تحت نير الصليبيين واستنقذها والصليبيون ليسوا دولة إسرائيل دول أوروبية متعددة ليس كذلك؟ دول كلها توحدت على خطة واحدة كسر شوكتهم وفل حدهم وأعاد إليه المسلمين والعرب عزهم ومجدهم وحقهم ترجمة نانسي قنقر